أياكم الله مشاهدين آخر فقراتنا اليوم مع جامعة الشارقة والتعليم هو السبيل إلى تقدم الأمم ورفعتها والشباب المتعلم هم أمل الأمة ورهان المستقبل في هذا الإطار شاهدة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي بإمارة الشارقة حفل تكريم الدفعة السادسة عشر من الطلب المتميزين في جامعة الشارقة في تفاصيل أكثر مشاهدين عن هذا التكريم وأهميتنا نصديف اليوم الدكتور محمود درابسة رئيس لجنة التخريج وعميد شؤون الطلبة بجامعة الشارقة وأيضا من الطلاب المتميزين معنا اليوم نصديف الطالب مانع النقبي مساء الله بالخير مساء الخير شكرا ألف مبروك طبعا للتخريج وألف مبروك مانع كذلك أيضا التمييز الله يباركي يا شيخنا نتحدث دكتور عن البرنامج وعن المبادرة هذه الجميلة للطلاب المتميزين اللي دائما جامعة الشارقة ما تدعم الطالب سواء كان خلال سنوات الدراسة وأيضا ما بعد الدراسة نعم يعني أول شيء مساء الخير والحفل اليوم كان هو لطلبة الدفعة السادسة عشر من خريجي الجامعة والذين سنحتفي بهم إن شاء الله يوم السبت ثلاثين واحد ساعة عشر صباحا للطلاب والرابعة مساء للطالبات ويوم الأحد واحد وثلاثين واحد ساعة أربعة للطالبات نعم اليوم كان حفل للطلبة المتفوقين والمتميزين أفردناهم بهذه المناسبة حفل للطلاب برعاية سمو ولي العام جميل وحفل للطالبات برعاية أيضا سعادة الشيخة عائشة جميل والحفل كان حقيقة صورة وطنية يوم وطني بهئي بامتياز الطلاب كانوا في حالة من الفرح يعني في حالة من السرور أن هناك تقدير على أعلى مستوى في الدولة وفي الجامعة من مدير الجامعة إلى مجلس الأمناء إلى العمداء إلى الأسأتذة الكل كانوا اليوم يرحبون ويباركون لهذه الكوكب من الطلبة التي حصلوا على معدلات متميزة حقيقة وتم تكريمهم بأشياء تذكارية تبقى خالدة في الذكرى لمراحل قادمة من أعمارهم هؤلاء الطلبة أعطوا مثال لغيرهم من طلاب الجامعة كيف يكون التميز وكيف يكون التقدير أيضا من إدارة الجامعة عدد الدفعة كاملة كم عدد طلاب الدفعة وطالبات والله حتى الآن ليست الإحصائية قريبة 100% لكن إلى حد ما حوالي 435 طالب تقريبا والمتميزين منهم المتميزين 39 طالب اللي حصلوا على علامات يعني 3.6 نعم لأعلى الطلبة وهؤلاء الطلبة حقيقة يعني تميزوا في كل التخصصات بدءا من مراحل الدكتوراه إلى الماجستير إلى البيكيلوريوس إلى دبلوم كليات المجتمع يعني مراحل مختلفة وتميز بمختلف التخصصات على ذكرى التخصصات شو تخصصات الموجودة كانت دكتور في هذا الدفع؟ التخصصات كانت دكتوراه في الشريعة موجود أيضا وماجستير في تخصصات مختلفة في مجال اللغة العربية في علم الاجتماع في الهندسة وأيضا بيكيلوريوس في التخصصات المختلفة بالإضافة إلى أيضا طالب من دبلوم كليات المجتمع فمختلف المراحل كانت موجودة وممثلة في هذا الحفل والحفل حقيقة ليس فقط يضم الطلبة المتميزين هذا شيء مهم جدا ولكن يضم أيضا أهالي الطلبة المتميزين يحضرون اليوم تكريم أبنائهم وهذا شيء مهم جدا أن المجتمع المحلي كله متواجد في الجامعة من خلال أولياء الأمور حتى يروا هذا النتاج وهذا الغرس لهذه الكوكبة التي يتأمل دائما فيها سيدي صاحب السمو شيخ الدكتور السلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارق رئيس الجامعة أن يقدمهم هدية للوطن وللأمة حتى يعطوا ويبنوا وبالتالي يكونوا يعني أعادوا لبعض الجميل لوطنهم ولأسرهم أيضا من خلال هذا الإنجاز مانع طبعا أنت من الخريجين المتميزين أنت خريج ماجستير بتخصص شو بالضبط عدالة جنائية المجتمع عدالة جنائية عدالة جنائية عدالة جنائية ماشاء الله أنت أصلا موظف أنا موظف نعم في حكومة الشارقة والآن بعد الماجستير شمو خططاتك المستقبلية والله في البداية أنا في هذا المكان الطيب أشكر سيدي يسموه شيخ سلطان محمد القاسمي عضو المجلس اللعلى حاكم الشارقة على دعمه لا محدود لنا أحنا كطلبة للدكاترة لجميع الموظفين في الجامعة نعم ومثل ما تفضلتي أنا خططتي إن شاء الله الآن بعد المستير إن شاء الله أكمل الدكتورة بتكمل الدكتورة؟ نعم إن شاء الله في خطة إن شاء الله قريبة أني أكمل الدكتورة بإذنك أكيد طبعا أكمل أكيد يعني ما شاء الله متميز لازم بتكمل لا لا إن شاء الله ناوي أكمل إن شاء الله بقرب فرصة إن شاء الله بكمل الدكتورة نحن إن شاء الله أكيد بنتواصل أكيد الحديث إياكم يا سعادة العميد وأيضا ويا أخو المانع ولكن نشوف هذا التقرير الخاص بتخريج الدفعة السادسة عشر خلونا نتابع بعد الجد والتعب وليال من السهر وبذل الجهد يستعد الطالب المتفوق لتلقي سماع الخبر الذي لطالما تمنى ألا وهو حصوله على المراتب العليا في مسيرته العلمية وتكريمه من قبل أصحاب العلم في إمارة تزخر بالثقافة والتطور على جميع الأصعد تكريم الطلبة الخريجين المتفوقين بجامعة الشارقة ذلك الصرح التعليمي الذي ما انذكرت الإنجازات العظيمة والتفوق العلمي حتى اقترن اسمها وأسماء طلبتها وطالباتها بأعلى المراتب رفعة جاء هذا اليوم بحضور سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي وعدد من المسؤولين والطلبة المتفوقين وعائلاتهم بحضور ورعاية سمو الشيخ سلطان محمد سلطان القاسمي ولي العهد سيتم تكريم المتميزين من طلبة جامعة الشارقة عددهم حوالي 40 طالب و104 طالبات شعور بالفخر والراحة من قطعة النظير يشعر بها جمع من الطلبة المتفوقين اليوم وهم يحصلون ثمار جهود امتدت لسنوات فحصول الطالب على تقدير أربعة من أربعة في مرحلة الماجستير أو الدكتوراه وحتى البكالوريوس ليس بالأمر السهلي بتاتاً صراحة اليوم شعوري شعور إنسان حقق هدف وهذا الهدف كان يرمو له في الماضي وبفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل هذه الجامعة المباركة استطعت أني أصل للهدف اللي كنت أرمو إليه وهو أنهائي لدرجة الماجستير بامتياز في جامعة الشارقة الحمد لله أن الله وفقنا نكون من ضمن الفوج السادس عشر لخريجي جامعة الشارقة ملتقى الحضارات وهذا شرف لنا وتكريم لنا من صاحب السمو الشيخ دكتور سلطان محمد القاسمي اللي هو معلمنا الأول ومعلمنا في المعرفة وفي العلم أشكر اليوم كل من ساندني في تخريجي اليوم في جامعة الشارقة في علم الاجتماع التطبيقي بتقدير انتياز الحمد لله من بداية دخولي للجامعة كل السبل اتيسرت وهذا مش غريب على حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة دائما ما تسعى للتميز دائما ما تسعى لخدمة المواطن وعلى كل من يقيم على هذه الدولة لخدمة هذا الوطن وإن شاء الله نكون قد المسؤولية وقد الثقة إن شاء الله الحمد لله رب العالمين بفضل الله سبحانه وتعالى بفضل الشيخ الدكتور سلطان محمد القاسمي اللي ساندنا وخلانا ندرس في الجامعة بالصرح العلمي الشاهق الحمد لله فرح ما توصف صراحة يعني همشين الكلف خور فيني الحمد لله رب العالمين ومن بين كل تلك الطاقات الشبابية برزت طاقة طالب عاصم حمد من كلية الشريعة الحاصل على درجة الدكتورة بامتياز الحمد لله شعور فرح وسرور غبطة الحمد لله رب العالمين وفقنا خلال هذه السنوات الأربع كانت في هناك صعوبات لكن الحمد لله عز وجل رب العالمين يسرها ويسر لنا الحمد لله الرسالة والمناقشة بفضل الله عز وجل وبركة دعاء الوالدين تكريم الطلبة المتفوقين من جامعة الشارقة إنجاز جديد لجيل الوطن التليد موسيقى 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 أياكم الله من جديد المتواصلين وإياكم شيء فعلا مشرف ويتج الصدر لنشوف نعم شباب دولة الإمارات يعني نحن الآن ما أصبحنا نكتفي بالتعليم بالدرجة الجامعية هذا صار أمر طبيعي بيننا كل الآن صار نتنافس فيما بعد الدكتورة حتى الدكتور طيب الأمثلة لمثل مانع إنه هو موظف ولكن برغم الوظيفة وبرغم الاتزامات اللي عنده متزوج مانع؟ نعم أيضا هذا شيء طيب بعد أنه عنده أسرة وإلا أنك أنت آثرت أنك أنت تكمل المسيرة التعلمية وتأخذ الدراسات العليا سعارة العميد في هذا الشأن كيف يتم دعم هذا الطالب؟ هل تضعون في الحسبان كل هذه الأمور وتقدمون للدعم اللوجستي والدعم نعم حقيقة الطلبة لهم دعم كبير في الجامعة أنا أتحدث مثلا إلى خريجي جامعة الشارقة الخريجين بمكرمة من صاحب السمو العام الماضي لهم خمسين في المئة خصم أيضا داخل الجامعة عندما يكملوا دراستهم الجامعية في الجامعة نفسها في جامعة الشارقة وهذا يعتبر هدية كبيرة جدا لأن تكلفة التعليم أيضا عالية نعم وأحسن البرامج وأحدث طرق التدريس موجودة في الجامعة جامعة الشارقة لكل دكتور مواطنين وعرم نعم لخريجين الجامعة هذا تقدير لأبناء الجامعة وحفز لهم أيضا للمستقبل لمتابعة دراستهم وبالتالي هناك تخصصات وهي حديثة في برامجها حديثة في إمكانياتها وتوفر للطالب إمكانيات قوية جدا حتى يخوض غمار الحياة بعد التخرج يثري المجتمع وبلده وأمته بالتخصص اللي راح يتخصص فيه كلها تخصصات حقيقة متميزة في الجامعة دعونا نرى رأي الطلبة مانع الدعم اللي قدمته أو اللي قدمته جامعة الشارقة دوما للطلاب وخصوصا طبعا المتميزين بما أنك طالب من الطلاب المتميز والله أنا في البداية قلت من لا يشكر الناس لا يشكر الله يعني حقيقة من مدير الجامعة إلى جميع العاملين بها يعني حقيقة ما قصروا إيانا نعم في كل النواحي وفي جميع الجوانب ما قصروا إيانا نهائيا الدكاترا راعونا ساعدونا بالحفظ ما كنا نحس دكتور كنا نحس أب لنا وأخ كبير كنا ما نحس دكتور وجاي لنا القاعة ويلا وكذا لا بالعكس كان أخونا الكبيرة وأبونا لا نحن نخليها على أخونا أبونا ليش وتكبرها غيال لا بالفعل الأب أحيانا تحس أنه فيه روح الود فيه روح الحب لأبنه فهذا اللي عشناه بصراحة أمام الدكاترا حسنا أنه أبونا بالفعل ما حسنا أنه دكتور وياي بس عليه حصة ويروح لا بالفعل دكتور يقدم رسالة ويعي يعلم ولده الموجود فيها القاعة وين داوم مانع في أي دائرة أنا في القيادة العام شرطة الشارقة تمام في القيادة العام شرطة الشارقة نعم نعم دكتور نعم مانع من دخل الجامعة للدراسات العليا أنتم على علم أنه يعمل مثلا في دائرة حكومية سواء شرطة الشارقة أم أي أنكاد هل بعد التخرج هناك خلنا نقول مبادرة منكم أنتم كالجامعة للفت انتباه مثلا هذه الدائرة أن يا جماعة هذا الطالب لازم يتعدى الوضع الوظيفي أكيد عندكم ويعني يكرم لأن هذا طالب علم نعم بالتأكيد في كم سنة أخذت الماجستير أنا في سنتين في سنتين يعني سنتين من الدراسة نعم بطبيعة الحال أن هذا يفرج حتى في درجة التوظيف المؤهلات نعم حصل على الماجستير نعم هل أنتم هنا أيضا بعد التخريج يكون مثلا منكم ككتاب من الجامعة أو كاتصال حقيقة هناك تعاون ما بين الجامعة ببرامجها المختلفة وخاصة علم الاجتماع وأجهزة الأمن الشرطة طيب من حلال إرسال الطلاب للتدريب أيضا طلاب علم الاجتماع التدريب الميداني التدريب العملي يعني ليس فقط في قطاع المحاكم وقطاع الشركات أيضا في قطاع الخدمة الشرطية وخدمة المجتمع فهناك تعاون وهناك إقبال كبير جدا أيضا من إدارة الشرطة لإرسال الكفاءات وطلاب العلم للدراسة على الأقل في قسم علم الاجتماع وفي القانون أيضا لأن هذه تخصات مطلوبة لمثل هذه الدوائر يعني أنت الآن شو التخصص أنت درستها؟ علم اجتماع في العدالة الجنائية في العدالة الجنائية وهو موضوع يعني كثير مهم أنا دائما أشوف رجال الأمن قبل اسمهم يكون مكتوب اسم الخبير كذا هل أنتم أيضا هذه الدرجة موجودة في هو حقيقة تخصات مختلفة جدا تهم قطاع الشرطة أيضا العدالة الجنائية يعني السؤالي على هذه النقطة الخبير معناته هل مثلا في الأشياء الجنائية أو في الأشياء الشرطية؟ المعلومات التي تقدم والمساقات التي تقدم تخدمه لتطوير قدراته في مجال العمل أعتقد أن التخصصات كذلك أيضا تتطور وتتغير على حسب احتياجات سوق العمل بالتأكيد كان في قيادة العمل هي مرتبطة كل البرامج أيضا في إطار سوق العمل وهناك تدريب متواصل جدا عندنا مكتب التدريب الطلبة أيضا التهيل الوظيفة وتدريب الطلبة نتعاون مع معظم الشركات الموجودة داخل الدولة ونرسل أيضا الطلبة إلى خارج الدولة للتدرب ونستقبل طلبة من خارج الدولة للتدرب هنا في دولة الإمارات يعني هناك برامج كثيرة جدا من أجل إثراء الخبرات الحقيقية للطالب الجامعي الجامعة تتابع من خلال المساقات الأكاديمية وتتابع من خلال أيضا التأهيل الوظيفي والتدريب إضافة إلى النشاط اللاصفي اللي بيساعد على بناء شخصية الطالب الجامعي في مجالات مختلفة نحن طبعا سامحونا على ذي خلوق الوقت ولكن مبارك ليخونا مانع الله يبارك إن شاء الله نشوفك ولكل الخريجين ألف مبروك دكتور نبارك لك أنت الله يخلي هذه لهم أبنائك وهذه الثمارة تخطفونك وأنا يعني جسم الدكتور حميد مجول نعيمي ببارك لكل الطلاب وهو اليوم كان ببارك لهم كلهم وعلى عجال أستاذ محمود عباسة إذا سمحت لي إن شاء الله جميعا هذه النشرة الخاصة بجامعة الشرق هذه النشرة هذه لطلاب جريدة طلابية تصدر كل شهرين على الأقل مرة نعم هذا عدد جديد لمناسبة التخريج العدد الخامس تستهلون كل خير شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم وياك شكرا لكم شكرا